اشتركوا في القناة امك عندها مشكلة ابوك عندها مشكلة قال ما عندي ولا مشكلة في حياتي انا مبسوط و اهلي تجار و عنده سيارة زينة مبسوط جدا في حياتي اجل ليش يا ولدي اقرأ عليك وش هالرقية قال يا شيخ عندي هم والله يكلمني هو يبكي يقول عندي هم لو يوزع الاهل الرياض كلهم كفاهم عندي هم مادري ليش قلت يا ولدي الهم هذا من متى قال الهم هذا من زمان قلت اول سؤال بس الك يا ولدي تصلي قال وش دخلوا الصلاة قلت لا جاوبني انت بغاني اقرأ عليك الان طيب هل تصلي قال لا قلت ابد ابد قال لا والله ابد ما اصلي ابدا الا اذا احرجت كان عندنا ضيوف وصلوا اقف معهم اصلي كذا بس من غير وضوء من غير شيء لكني ما انا بصلي ابد يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا كيف تحملت انك ما تصلي ايش سوابك ربي انك تقطع صلاتك ايش بينك بين الله عداوة يا ابني خلقك وسواك وأكلك وجربك وساتر عليك ليش تجي يا ولدي الحبل بينك بين الله وتقطعه الله فاتح لك باب ليش ترفض الباب وترجفه وتسكه ليش قال ما ادري بس انا ما اصلي قلت اقسم بالله الهم والغم اللي ما تدري ايش سببه اللي تقول من وين جاني انا مبسوط في حياتي هم وغم يولدي بسبب ان الشيطان قافل على قلبك وريدك اسبوع كامل تصلي وتعالي الثلاثة القادمة نشوف احنا اليوم ثلاثة تعالي الثلاثة الجاي في هالمكان جاءني اسبوع الذي بعده اول ما شافني قال الله يتزاك خير يا شيخ الله يتزاك خير يا شيخ ويجو يسلم عليه ويحب راسي والله العظيم يا شيخ اني في راحه ما ذقتها من سبع سنوات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ